أهلاً بالجمهور الكريم في الحلقة الماضية ذكرنا قصة القرامطة وهجومهم على مكة واستباحتهم حرمتها وهذه الحادثة تظهر على أن مكة لم تكن مقدسة عندهم بل الحجر الأسود بيتيلوس هو الأهم ومكة يمكن استبدالها بمنطقة جغرافية أخرى كما كان القرامطة يتوهمون على غرار نجاح ابن الزبير في نقله الحجر الأسود بعيداً عن الهيمنة الأموية لكن هذا الاستنتاج يبقى غير كافي للحكم على هذه الفرقة لقلة المعلومات عنها وربما كل ما وصلنا مبالغ فيه من أعدائهم أهل السنة وشبه موافق عليه من بعض الطوائف الشيعية تجنباً للصراع الطائفي ما نلاحظه هو هذا الحدث يتزامن مع البدايات الأولى للحكم الدولة الفاطمية الإسماعيلية أو الدولة العبيدية نسبة لعبيد الله المهدي بالله الذي يعتقد أنه من درية آل البيت وكأن نشأت هذه الدولة الدولة الفاطمية شجعت القرامط على القيام بهذه الحادثة الشنيعة لو صحت عنهم الدولة الفاطمية في تلك الآوينة كانت مشغولة بتتبيت ركائز الدولة ودعائمها وخاصة لوجودها بين الأمويين في الأندلس والعباسيين في المشرق عاصمتها بغداد لكن هناك طائفة إسماعيلية أخرى جديرة بالاهتمام والدراسة نشأت في كنف هذه الدولة بمصر وهي فرقة الموحدين الدروس وذلك في بدايات القرن الحادي عشر الميلادي على يد الداعية حمزة بن علي بن أحمد في عصر الخليفة الفاطمة الحاكم بأمر الله الذي قدم لهذه الفرقة الدعم المطلوب ولهذا أصبح هذا الخليفة شخصية محورية في العقيدة الدرزية توجد الآن هذه الفرقة في لبنان وفلسطين وسوريا والأردن أطلق على أتباعها لقب الدروز كرها منهم نسبة إلى المدعو الشيخ حسين الدرزي وهناك من ينسبهم إلى محمد بن إسماعيل الدرزي وهم أي الدروز يفضلون اسم الموحدون أو بني معروف وبنفس منهج التخفي والسرية بمبدأ التقية حافظت هذه الفرقة على وجودها وحرصا على استمرار هذه السرية شكلت العقيدة الدرزية نظام خاص يقسم هؤلاء الموحدين إلى شريحتين العقلاء وهم رجال الدين حراس أسرار العقيدة والجهال وهم باقي المشتمع الدرزي والجهل هنا لا يقصد به التعميم وإنما الجهل بأسرار التي يكتمها رجال الدين العقلاء لأجاود عنهم حتى لا تصل إلى أعدائهم وهذه الأسرار موجودة بمعاني باطنية في رسائل الحكمة المقدسة وهي 111 رسالة وتسمى كذلك بالحكمة الشريفة تتضمن هذه الرسائل تشريعات من كتب مقدسة كتناخل يهود وقرآن المسلمين وكتب الفلسفة وبعض الأديان ومن أقدس أجزاء هذه الحكمة الشريفة رسائل الكتان العارية من الرمزية فحملها والتنقل بها بين الناس خطر على الدروز الموحدين لأنها إذا وقعت بين أيدي أعدائهم ففهموا حقيقة عقيدتهم التي تعتبر صادمة لمن يؤمن بالإسلام يجب أن أوضح نقطة مهمة وهي أنني أكن لهم كل الاحترام والتقدير ولا أدعي معرفة أسرارهم الباطنية لكن أقدم للجمهور الكريم بعض الخصائص المعروفة عنهم التي تظهر بوضوح اختلافهم تام بالموروط الإسلامي يصب في خانة عدم تقديسهم لمكة كقدسية المسلمين لها واختلافهم الشديد سبب في تكفير بعض الشيوخ الإسلام لهم ونعطيهم بالكفر والزندقة فهذه الفرقة يربطها تاريخ مششرك بالتاريخ المبكر للإسلام والسؤال المطروح لماذا تم تكفيرهم أولا لأنهم لا يؤمنون فعليا بالقرآن فقط كباقي المسلمين بين قوسين مصحف عثمان بن عفان بل هناك آيات منه في رأساء الحكمة جنبا إلى جنب آيات من كتب مقدسة أخرى كالتناخ وحكم فلسفية كما سبق وأن أشارنا لأن القرآن نفسه يشهد بصحة الكتب السابقة كما جاء في صورة الأعلى الآية 18 إلى الآية 19 وصورة النجم الآية 36 إلى 42 وآل عمران الآية 3 وغيرها الكثير من الآيات فهل المسلمون يؤمنون فعليا بهذه الكتب السابقة طبعا لا لأن شيوخهم يتهمونها بالتحريف والتزوير فيؤمنون بها ظاهريا أنها من عند الله لكن يرفضون تعاليمها بتهمة التحريف والتزوير إذن لماذا تكفر الدروز أو لماذا يكفر الدروز الموحدة الآن ننتقل لأركان الإسلام الخمسة أولا الشهادتين فالدروز يشهدون بوجود الله الواحد ولذلك يسمون أنفسهم بالموحدين أما محمد بن عبد الله فهو رسول فقط بلغ رسالته فتعظيمه وتمجيده من طرف المسلمين إلى درجة التأليه تقريبا فهذا مرفوض لأن الحكمة الإلهية تقتضي الإيمان بقدسية الرسالة أما تقديس الأنبياء والرسل والصحابة هو انحراف في عقيدة التوحيد كانحراف بني إسرائيل عندما عبدوا العجل الدهبي إلى جانب إله موسى إقامة صلاة عند الدروز الموحدين يقومون بها فقط رجال الدين العقلاء وغير ملزم بها باقي أتباع هذه الطائفة وهي صلاة واحدة في اليوم ولا توجد عندهم مساجد وجوامع كالمسلمين فأماكن العبادات ثلاث أنواع المجلس وهو مكان يشمع فيه الدروز الموحدون والخلوة هي المكان الخاص بأحد المتدينين العقلاء منعزل عن الناس للتعبد والخلوة ثم المقام وهو مزار سنوي مخصص لأحد الأولياء الصالحين من أجل التبرك والتدبير والتفكير لماذا صلاة واحدة رغم أن القرآن يدعو على الأقل لثلاث صلوات في صورة البقرة الآية 238 حافظوا على الصلوات والصلاة الغسطى وقوموا لله قانتين لاحظوا كلمة صلاة في رسم المصحف صلوة بلواو لماذا؟ لأن أصلها في اللغة الآرامية بلواو صلوة وتعني دعاء وأهم صلاة في القرآن هي صلاة الجمعة أي اللمة والجماع المصلين حيث جاء في صورة الجمعة لآية 9 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع لاحظوا معي مرة أخرى كلمة للصلاة لصلوة النداء من أجل التجمع للدعاء قد يكون هذا التجمع يوم الأحد أو الاثنين أو التلتاء أو غيرها ولهذا يوم الجمعة عند الدروز الموحدون هو مساء يوم الخميس ويسمى كذلك ليلة الجمعة نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر